رحلة شقة واجه فيها السوري وسيم زكوري الموت الذي هرب منه أملاً في الوصول إلى الأمان هنا في بروكسل رحلته بدأت من إدلب السورية ومنها إلى تركيا حيث عاش لفترة داخل أحد مخيمات اللاجئين ثم ما لبس أن غادرها على متن أحد القوارب إلى السواحل الإيطالية لأننا لم نعد نستطيع للدخول إلى سوريا بسبب القصف المستمر وبسبب الفقر المتقع وبسبب أيضاً الأحداث غير الطبيعية التي تدور في سوريا في الفترة والآونة الأخيرة ولا نستطيع الجلوس والبقاء في تركيا بسبب غلاء المعيشة أيضاً لا يستطيع السوري أن يتدبر أموره هناك جيداً وفكرنا في الهجرة الحقيقة إلى أوروبا الملاذ الوحيد الذي يهاجر إليه السوريين في الفترة والآونة الأخيرة وبعد الوصول إلى إيطاليا يقول أنه واجه معاناة من نوع آخر تتعلق بالاستقبال والمعاملة وفرص الحصول على حق اللجوء عملنا بقسوة جداً حيث أدخلنا كامات الكامات لا يعطوك أكل أو شرب ولا تستطيع الاستحمام إلا أن تبصم فأنا قاومت ورفضت فضربني ضربني بالقوة وبصمنا بالقوة تلك هي وجهة نظر البعض من الفارين من الأحداث في مناطق الصراعات والأزمات فماز عن موقف المؤسسات التابعة للتحاد الأوروبي هنا في بروكسل وتؤكد المفوضية الأوروبية أنها تراقب الوضع جيداً وتسعى إلى تقديم المساعدة الضرورية للهاربين من مناطق الصراعات وتوفير الحماية لهم وفي نفس الوقت تتابع تحرك الدول الأعضاء في هذا الملف كل الأشخاص الذين يصلون إلى أراضي الاتحاد الأوروبي لهم الحق في التقدم بطلبات اللجوء والحماية والنظر في هذه الطلبات بالنسبة لإيطاليا نحن نشاهد نظام استقبال المهاجرين غير الشرعيين وطالب اللجوء السياسي يعمل بشكل جيد ولكن يشهد حالات استثنائية يكفي أن تعلم أن السواحل الإيطالية استقبلت نحو 140 ألف شخص في غضون عام وأظهرت الأرقام الأوروبية أن السوريين شكلوا أكثر من ربع الذين استفادوا من حق حماية اللاجئين في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي ووصل أعدادهم إلى ما يقرم من 36 ألف شخص وبصفة عامة ارتفعت أعداد طالب اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 30% خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه عبدالله مصطفى الحرة بروكساني